أذني أن نبقى الأخير ختام الحلقة بقي دقيقتين أو نحوها ودقيقتين بقيتها نقف مع سؤال مهم شيخ الكريم الاستغفار خيراته عظيمة وهو طلب من الله جل وعلا الكريم الجواد إلا أن بعض السائلين والسائلات قالوا جربنا الاستغفار مدة من الزمن تقاصرت بعضهم إلى سنة قال لم أرى شيئا لم يرى ماذا يعني يريد ولدا فقلت استغفر أو خرجا والمشكلة من جربنا لما الواحد ما يوقن وإنما يجرب المشكلة من كلمة جربنا تجرب ربك سبحانه أم في شك من ربك أم في شك من خبر رسولك صلى الله عليه وسلم يقول أنا ملتزم المشكلة من ضعف اليقين الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم ومهما طال عليك البلاء أو الحرمان الذي تجده من مال أو ولد فقد يكون خيرا لك ما تدري لو جاءك ولد ووراك المصائب ما تدري خاصة في هذا الزمان زمان الفتن الإنسان لا شك يصب ويرجو الولد ويصب إليه ويلتمس الطرق الشرائية لكن لو ما جاء يحتسب ويعتقد أن ذلك أن الله أراد له الخير ولا يجوز له أن يسيء الظن بربها ويشك في وعده أو وعد رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فإن من يتق الله جاء له مخرجة ومن يستغفر الله فرج الله له ومهما طال الوقت كل الزمان الطويل عند الله لا يساوي شيئا أن الله سريع الحساب نقول مرة أخرى ومرارا بيقين استغفر ودعو وانتظر الفرج واصبر على ما أصابك طبعا التجربة هنا لا يشترط أن يترفض بها لو استقر في قلبه حتى لو كان في قلبه يؤخذ بها يقول أشوف يقول أشوف أو إلا ذهبت إلى ساحر كذا في قرارة قلبه والعياذ بالله شايف الكريم هل أفهم من حديثكم ما أدري هل أفهم صحيح أن الاستغفار مثل الدعاء وللداعي كما هو معلوم ثلاثة أحوال إما أن تجاب دعواته أو يلفع عنه من سوري أو تدخر له هكذا حديث بسعيد إما كذا وكذا إلا أنه نوع من السؤال إما تعجل حاجته أو تدخر له في الدنيا أو يصرف الله عنه من السوء مثلها نعم وكذلك قال ابن القيم رحمه الله الدعاء يعني السيف والسيف بضاربه يعني بحده بضاربه بحده وضاربه نعم أحيانا يكون الساعد لا بد أن يكون الساعد قويا والسلاح ماضيا والمكان قابل والله أعلم